في هذا الفيديو سوف نقدم لكم مشاهدين الكرام مراحل نمو وتطور الطفل في عمر الشهر الرابع ماذا يستطيع أن يفعل طفلي هذا الشهر أصبح طفلك مهتما باستكشاف ما يحيط به جربي إعطاءه موادات ملمات مختلف ليستكشفها على الأرجح أصبح طفلك أيضا أكثر انشغالا بما يجري من حوله لذا قد تصبح الرضاعة أكثر صعوبة بما أن نظر طفلك قد تطور يستطيع التمييز بين نفس الدرجات اللونية مثل الأحمر والبرتقالي وستجدب نظره الآن الأشياء المتحركة ذات الألوان الساهية وحصيرة الألعاب الرياضية لماذا قل عدد رضاعات طفلي؟ بحلول الشهر الرابع تكون معدة طفلك قد كبرت فلا يحتاج بعد اليوم إلى الرضاعة مرات عديدة ربما يقل عدد رضاعاته إلى أربعة أو خمس رضاعات في اليوم لكنه سيستمر في اكتساب الوزن متى يصبح طفلي مستعدا للأطعمة الصلبة؟ قد تتشوقين في هذه المرحلة إلى البدء بإعطاء طفلك الأطعمة الصلبة مع ذلك يقول الأطباء إنه من الأفضل الاكتفاء بالرضاعة الطبيعية أو رضاعة الحليب أي لبن الاصطناعي المخصص للأطفال حتى يبلغ طفلك الشهر السادس من العمر خلال الأشهر الأربعة أو الستة الأولى من حياته يحصل طفلك على الغداء الذي يحتاجه من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي المخصص للأطفال كيف أشجع طفلي ليكون أكثر حركة ونشاطا؟ ربما يدهشك طفلك ويدهش نفسك بالتدحرج من الجهتين أرمي لعبة إلى الجانب الآخر ولن يتردد في التدحرج لو أطارت اهتمامه بما يكفي ليكرر الأمر الثانية هنيئي على جهده وابتسمي له قد يحتاج عائلة طمأنة لأنه يخاف من الأمور الجديدة التي يفعلها كيف أساعد طفلي على فهم واستخدام الكلمات؟ سيهتم طفلك جدا وينتبه لوجهك والأصوات التي تصدرينها وسيستجب للنبارات المختلفة التي تستخدم منها لذا لو أصدرت صوتا مضحكا ربما سيدحك طفلك يستطيع أيضا الترترى استجابة بصوتك وهذه هي الخطوة الأولى في تطوير مهاراته في الكلام قد تسمعينه يصدر بعض الأصوات مثل ماما أو دادا غير أنه لا يربطهما بأي من والديه كما قد يكون قادرا على الاشتراك في ألعاب التقليد فلو قلت أبو سيحاول الترددها وراءك شكرا على المتابعة راسلون بملاحظاتكم واقتراحاتكم ولا تنسوا الاشتراك على قناتنا حتى تتوصلوا بجديدنا لكم منا أطيب المنا وموعدنا في استراحة واستفادة جديدة